بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إسراء المرسلين نواصل بالشابتر 2 ونجونا نشوف الليكتشر 8 نشوف فيه كيفية إنشاء الجداول ونشوف بعض الفنكشنز المهمة على الرئي فنكشنز أولاً اعتبر أنه هذا الجدول مثلاً موجود عندك على الأكسل ولا على ورقة حتى بعد ما نهي التجربة معينة عندك بعض الداتا وودك تدخلها ممكن تدخل على الأكسل وممكن تدخلها على أي برنامج آخر كيف ممكن تدخل على المثلاب نشوف هنا في هذه أول طريقة أولاً ممكن أن أقول أنا أريد أن أدخل مع عمود عمود أولاً العمود الأول هذا أريد أن أسميه C1 يصيره تساوي واحد وطبعاً استخدم السمي كولون وأقوله إيش كل واحد بعد الثاني إذن حيدخل لي إيش واحد ثنين ثلاثة عمود الأول أقوله C2 تساوي العمود الثاني نفس الطريقة العمود الثالث C3 لكن لاحظ بعد كل واحد منهم أنا أحط السمي كولون سمي كولون هنا وظيفته غير عن وظيفته هنا سمي كولون هنا معناها لا تظهر لهذا على الشاشة أما لما جيت في الأخير هنا قلت SQH يساوي العمود الأول اللي هو هذا حطت جنبه مين العمود الثاني حطت جنبه العمود الثالث خلاص إنشأت أنا المطلوب مني حطيته على المثلاب وصرت أقدر أستخدمه بعدما كان عندي على شيت على أكسل وعلى ورقة في طريقة ثانية ممكن نشئبها باستخدام طبعاً اللي هو السبسكريبت والإندكس اللي استخدمنا في المثلاب لاحظ أنا أدي التابل هذا أدي أسميها سكيو زي ما أنت أصلا اسمه عندك أصلا تابلها لاحظ هنا إيش تعني هذه سمي كولون أبريتر هنا تعني إيش كل الصفوف الموجودة في العمود الأول يعني تعني العمود الأول العمود الأول إيش يساوي يساوي واحد ثنين ثلاثة نشط طريقة المرة الماضية لكن هنا استخدمنا السبسكريبت العمود الثاني العمود الثالث لاحظ ثنين ثلاثة دخلنا العمود الثاني دخلنا العمود الثالث لاحظ في الأخيرة هنا ما حطينا إيش السمي كولون وبالتالي حيظر يظهر لي الاسكيو هذه على الشاشة إيش تساوي تساوي العمود الأول هذا هو العمود الثاني العمود الثالث هل ممكن نشيئ بطريقة أخرى نعم لاحظ هنا الواحد لو ربعت يعطيك الواحد الثنين لو ربعت تعطيك الأربعة ثلاثة لو ربعت تعطيك تسعة الواحد لو عملته تكعيب يعطيك الواحد الثنين لو عملته تكعيب تعطيك ثمانية ثلاثة تكعيب تعطيك سبعة وثمانية إذن أنا أحتاج بس أدخل له أول واحد اللي هو هذا الأكس سميته الأكس حطيت فيه سمي كولون في الأخير المودي يظهر على الشاشة الاسكيو العمود الأول يساوي يساوي أكثر من هذه العناصر مش على واحد بس على كل العناصر لأنه الأكس هذه فيها أكثر من عصر طب العمود الثالث إيش هو هو نفس الأكس لكن تكعيب نفس الشي يستخدمنا الدوت هنا التكعيب هنا إذن الأخيرة ما حطينا عليها سمي كولون حياطين إنه سكيو تساوي الجدول للمطلوب أني أدخله أصلاً عن المثلاب هنا سنشوف بعض من المهمة المهمة عندنا ثلاثة أربعة لو قلت له أعطيني اللنكث يعني طول هذه الميتركس هيعطيك كام يقول لك فيها أربعة عناصر أما الصيز فهو لما يكون عندك ميتركس اسمها فيها كام فيها هنا واحد ثلاثة أربعة خمسة هنا ستة لو قلت له الصيز فأنت معنا هودك حجم هذه الميتركس طب هيعطيك كام هيعطيك اثنين ما ضربة فيه ثلاثة إيش تعني اثنين تعني أنه في صفين ثلاثة تعني أنه في ثلاثة عميدة سورتينج شفناها في الشابتر الماضي حيروح يرتب لك هذه الميتركس هيه هنا مرتبة مثلا لو كانت هنا عندي اثنى عشر وهنا عندي اربعة حيروح يرتبهم لك من جديد من الأصغر إلى الأكبر نفس الشيء في الميتركس هنا لو أعطيتها حيعطيك ترتيب لها الاند ايش تعني الاند ترح لاندتكر قلنا من واحد إلى أنت تعني ايش indicate last index of array يعني آخر عنصر موجود آخر رقم موجود في الميتركس هذه دياجونال نستخرج بها اللي هو القطر ال line space قلنا ننشئ بها vector من واحد إلى كذا وعدد العناصر الموجودة فيها determinants determinants دي هذي small دي كده علشان نستخرج بها اللي هو determinants نكتبه determinants أو مثلا A يعطيني المحدد تبع هذه الميتركس المينموم يعطيني أصغر عنصر في الميتركس مثلا هنا يعطيني مثلا ثلاثة يقولي أصغر عنصر الماكسيموم يعطيني مثلا 12 أكبر عنصر البرود يروح يضرب كل العناصر الموجودة هنا أو كل العناصر الموجودة في الميتركس ويعطيني نتيجة الصم يروح يجمعهم لكن قلنا هنا سيجمع كل الصف يعطيني نتيجته هنا في الميتركس سيجمع كل العمود واحد ويعطيني ثلاثة نتيج كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته